بسم الله السلام عليكم ورحمة الله هنكمل ما بعد شباب المحاضرة السادسة في دورة تدريبية تصميم محطات تنقذة مياه الشرب محاضرة النهاردة هتكلم على التعقيم التعقيم اللي هو إزاي النحارتك تخلص المية من كل ما تبقى من التلوث أي أن كان نوع إيه من كل ما يضر بالصحة وهكذا فإن حرارتك تطلع مية الشربة من المحطة وتوديها للشبكة تمام كده عندك حرارتك تحديين التحدي الأول إن حرارتك تطلع المية من المحطة سليمة تمام كده سليمة صالحة للشربة من المحطة نفسها الحاجة التانية والتحدي التانية حرارتك إنك تمشي المية في الشبكات تمام كده وتخليها تستحمل التلوث اللي جوه الشبكة لغاية ما توصل للأفراد في البيوت وفي المصانع وفي المتاجر وهكذا صالحة للشرب برضا. دول تحديين مهمين جدا. الوظيفة او الحدوتة كلها بتتكلم في الديسينفكشن او في التعقيم. محاضرة دي غاية في الاهمية. مهمة جدا جدا. لان بتتوقع فيها حاجات كتيرة. لان هي اخر حارتك بتعمله. اخر دفاع. اخر خطوط الدفاع حارتك بتعملها. اثناء عملية التنقية. اه وبعد كده خلاص الموضوع انتهى. المية دي راحت للناس انت مداداش تحصلها. لو لقدر الله في اي مشكلة المية كان فيها تلوث او حاجة. يا التعقيم كويس. وبيقفل الكلام ده. وحارتك بيت بات. دميرك مرتاح. اما لقدر الله التعقيم يبقى في حاجة مشكلة كبيرة او حاجة. وللاسف المية بتبقى الكواليتي بتاعتها قليلة. والناس بتصاب دي حاجات مش كويس. تعمل كده. طيب. هنبدأ على طول. ده الرفرنس بتاعنا. اللي بشتغل منه. كالعادة. هنا يا شباب بنعرف ايه هو التعقيم. الديس انفكشن يا شباب. غاية في الاهمية. اخر خطوة عندك. بيأمل لك المية تكون صلحة للشرب. تمام كده? وهو عبارة عن اضافة اه معاقمات. تمام كده? عشان خاطر انهي تماما وادمر تماما الماركورنزم الموجودة في المية عشان خاطر لقدر الله هي ما تسببشي اي امراض. الصورة ديت كالعادة بناخدها في كل محاضرة. وبنقول ايه? ان احنا خلصنا الانتيج. مدينا المية دخلنا جوه المحطة. كانت اول حدود المحطة هو. ده الفلاش ميكسر. تمام كده? اضافنا الكيميكالز ودخلنا على تمام كده? بعد كده سيدم انتيشن رسمنا كل اللي اتكونت. تمام كده? وطلعت المية النظيفة وادناها على الفلاتر المرسحات الفلترز. تمام كده? خرجت المية من الفلترز دخلت على الاستورج او التخزين اللي من هنا بضيف بتاعي او بعمل التعقيم بتاعي او بضيف اللي هنتعرف عليهم هم اكتر من واحد اللي هو المعاقيمات يعني وانواحة وايه مميزة كل واحد فيهم? يبقى المحاضرة بتاعتنا يا شباب هي الحتة اللقطة دي. طب في محاضرة تاني في المعالف التنقية تنقية المية? لا خلاص كده محاضرات تنقية المية هتنتهي هنا. العاملات هتنتهي هنا. المحاضرة السبعة هتبقى مسال كامل لمحطة كاملة. محلولة بالكامل مع شرح اللي قوت بالكامل. تمام كده? المحاضرة جاية يا جماعة غاية في الاهمية لديت الناس تبص عليها كويس. اه لانها هتلم كل المحاضرات اللي فاتت لانه هيبقى مثال محلول بس هي لديت الناس تبص على المحاضرات كلها. عشان تعرف بتاعت كل اه بروسس او كل اه اه بوينت او كل تانك او كل اه عملية من عمليات المحطة فلازم يكونوا عارفين الكلام ده. عشان احنا بنشتغل على مسال فلازم الناس تكون معايا على خط. طبعا المية بتخرج من هنا او بتخرج اوتوماتيك على الشبكة بيتم دفعها للشبكة. الشبكة طبعا خطوط وخزانات عالية وهكذا. تمام كده? ودي منظر زي بتقول حنفية او صنبول مية. تمام كده? طيب. ايه النوع المعاقم نفسه. النوع نفسه. تمام كده? احنا قلنا عندنا في حدود ستة انواع. هناخده من النهاردة. تمام? فالنوع نفسه مهم. لازم بتبقى عارف ايه هو النوع. تمام وتحدده. طبعا تحديد النوع يا شباب ده ليه يعني بنود كتيرة اوه هنتكلم عنه في وقتها. بعد كده الريزيدوال آآ كونسنتريشن. التركيز اللي مطلوب الريزيدوال. المطلوب متبقي في الشبكة. تمام كده? بمعنى. لو حارتك اشتغل بالكلورين. فحارتك تدوس بتاعتك بتبقى لواحد ميلي جرام اللي هو يعني ميلي جرام لكل لتر. تمام كده? تمام كده? عشان ايه? عشان خاطر الريزيدوال الكونسنتريشن او تركيز المتبقي في الشبكة يكون من بوينت وان لبوينت سري عشان خاطر تكمل اه اه الديسنفكشن بتاعه جوه الشبكة ولا قدر الله لو الشبكة فيها ملوسات او فيها بقايا بكتيريا او طحالب او 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 الكلام ده كله ما تقصرش في المية المية بقى فيها كولورين متبقي يقدر يضغط على البكتيريا دي كلها ويقدر يستمر لغاية ما يوصل البيوت ويكون لسه التعقيم حالته كويسة. تمام? والمية صالحة الشبكة. تمام? الوقت يا شباب. الوقت الكونتكت ما بين المية وما بين المعاكم نفسه. تمام كده? اغلب الظن بتقعد تقريبا بتاع النوس الساعة لو انا بيشتغل بالمعاكمات المعروفة للناس كلها. تمام كده? البي اتش بتاعت المية. درجة الحموضية او القلوية بتاعت المية تمام? بتأثر برضو على المعاكم. تمام? اه المادة المعاكمة بتتأثر بالبي اتش. وطبعا اه لما يكون البي اتش بتاعتي اقل من سبعة المعاكم بيبقى افضل ما يمكن. المادة بتاعك او المادة المعاكمة بتاعتك بتكون افضل ما يمكن. وبتشتغل به اعلى كتير. بعد كده الشباب اللي بيعمل لو احنا فاكرين المحاضرات بتاعت الشبكات المية ولا الحريق. لو احنا كنا اشتغلنا على اللي هو هيحط انحط فيه المعاكم بتاعه او هنحقن فيه المادة اللي انت تعاكم بيها. المادة يا شباب بتبدأ تعمل مع المية. طب الوقت قلنا خلاص نص ساعة تقريبا. تلت ساعة نص ساعة. الوقت المناسب ده. عربعين ديئة كده. طيب. اللي يخلي المية تعمل مع مع يعني اللي هو المعاكم بتاعك. انك حرارتك تحط جوه الخزان. فالمية اتناها الدور جوه الخزان. رايحة جاية. رايحة جاية. حرارتك كده عملت كويس جدا. يبقى او ده مهم جدا وبيقصر لي على عملية التعقيم. كلام جميل. اللوحة دية يا شباب او السلايد ديه بتكلم على هنعمل مقارنة ما بين كل المعاكمات مع بعض. اول حاجة الكولورنيشن. اللي هو الجازة يا شباب. الكولورنيشن هو التعقيم بالجاز. جاز الكولورين. تمام كده? ده واحد من افضل المعاكمات الموجودة في العالم دلوقت. هو منتشر جدا. بس هو غاز طبعا في قصته هو سام. تمام كده? لونه بيبقى اصفر مخدرته يعني حاجة كده. تمام? هو غاز مسال جوه استوانات. تمام كده? تحت برشع عالي جدا. الاستوانات بتاعته بتبقى في حدود ستمية تسعمية في انواع من الاستوانات بتبقى موجودة في المحطات. تسعمية دي اشهر واحدة استوانات بتبقى اصفرة كده وضخمة شوية. بتبقى محطوطة افقي. تمام? وبيتم وضع معمل عمل معمل في المعمل الحقن ده. وبيبقى فيه اكتر من استوانة. تمام? واحدة عاملة واثنين اسبير. وبعد كده بيبقى فيه توريد او بيبقى فيه مخزن تبعا للكباست بتاع المحطة. بيبقى فيه مخزن للاستوانات. بتتورد من جهة معلومة بعقود معلومة. تمام كده بتركيزات معلومة. كل ده بيبقى فيه ديل معمول قبل كده. لان وجود الغاز او لقدر لعدم وجوده اه ممكن يوقف المحطة. لان ما اقدرش مفيش حد يقدر يشيل مسئولات انه يخرج ما هي مفاهاش اه ديس انفكشن صح. الادبانتش بتاعته انه هو افكتف جدا جدا. انه هو يشيل وينهيلي تماما موضوع وكمان انا بقدر استخدمه استخدمه في يعني ايه? يقدر اقدر اعمل حقن للكولور في البداية المحطة. لما رأي التحالب موجودة لما لما حاجات كده موجودة. فبحقن في البداية تمام كده اقل الى جانب طبعا درجة التعقيم النهائية اللي موجودة عندي في النهاية خلص في الخزانة الارضي عشان خرج الميا متعقم. تمام? طبعا العيوب الاساسية عندي ان هو فعلا خطير. فعلا خطير. ولقدر الله لقدر الله حصل تسريب اه هنا في موت محقق هيحصل. الا ازا كان بتاعه عاني جدا وكانت الشركة اللي بنفزها السيستم اه محترمة. اه ده ممنعش ان هو منتشر ومهم وهو واحد من اهم اهم ديسنفاكتانس اللي عندك في العالم دلوقتي. طيب النوع التاني يا شباب اللي هو ده عبارة عن سوليوشن يا شباب. تمام كده? ده محلول. تمام كده? سائل بيتم ادابته. التركيز بتاع الكولور فيه بيبقى من خمسة لخمستاشر. تمام كده? طبعا اللي حقارتك اه بتشتريه او بتبقى مشغال على اساته في المحطة. هو طبعا مكلف شوية. الادبانتج بتاعته تمام كده? سهل جدا في الاشتخدام. تمام كده? اسهل من حاجات تانية كتير. انما الادبانتج بتاعته او العيوب بتاعته هو لقدر الله بيعملي اه كوروجن وبيعمل هو كوريسب اصلا. فممكن لقدر الله يحصل اي مشكلة في الاستوانات اللي حمياء او كده نتيجة انه هو اه صعب شوية وبيعمل تفاعلات كميائية كتير. تمام? تاني حاجر ما قدرش يخزينه اكتر من شهر واحد. تمام? فما قدرش يعمل تخزين طويل الاجر هو المحطة غير الاستوانات الاستوانات كنت عايز 6 شهر واكتر. تمام? ولازم له منطقة دراي ومنطقة دارك عشان خطر يتخزن فيها. اللي بعد كده السوديوم السولد كاليسيوم هيبيكولرايت. كاليسيوم هيبيكولرايت هو ده سولد من اسمه حتى. اللي هناك ده انه ده سولد ده بيبقى حبيبات تمام كده بيتم ادابتها بودر او حبيبات او حتى سولد كامل بيتم ادابته في المية بتركيز خمسة وستين هو اصلا هو جاي السولد ده بيبقى تركيزه خمسة وستين في المية. تمام كده? طبعا الميزة بتاعته الاساسية بيبقى ستيبل جدا تمام كده بيتم تخزينه بشكل كويس جدا تمام كده? اه انما عيوبه ان هو برضو زي اللي هناك اللي هو عيبه الاساسي لقدر الله هو ريسف شوية لقدر الله ممكن يحصل اي مشكلة اه لو ما التعاملش معاه التعامل الصح او العامل استخدمه واستخدامه غلط او تم اه اه تسريبه بشكل معين فلقدر الله بيعمل ريحة صعبة جدا تمام كده? في مشكلة هنا كبيرة تمام? وده برضو ما يمنعش ان هو واحد من اهم الثلاث اه موجودة زي الكولورين الجاز اللي هو الغاز بتاعنا الاستوانات والسوديوم هيبقى يبقى الثلاثة دولة شباب هم اهم ثلاثة موجودين عندك اغلب المحطات اللي حارتك هتشتغل فيها او هتبص عليها او هتزورها او هتعرف تتعرف عليها في يوم الايام هتلاقي واحد من الثلاثة دول اساسي موجود فيها تمام? اه لك ان تعلم برضو ان بعض المحطات بتبقى عندها اتنين لقدر الله لو واحد خرج الخدمة او حصل مشكلة او حصل نقص في المادة او 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 بيخص على طول التاني في الخدمة بعض المحطات مش كلها وانت مش مجبر في التصميم انك تعمل اتنين او ديسنفكشن في حاجة اسمها الكولوروماين ده عبارة عن امونيا بدوبها فيها كلور تمام كده? اوكي? اه ده مش مستخدم كتير اه اه المفروض ان هو الادبانتش بتاعته مميزاته ان هو بيعمل بالنسبة تسعة تسعين في المية بعد دقايق معدودة تمام كده? بس برضو في نفس الوقت هو هو يعني ضعيف تمام كده? مش من بالقوة اللي فاته بدول هو اضعف شوية تمام كده? اه هو بيشتغل دايما في انما ما قدرش يشتغل عليه اللي هو اه في تمام كده? المحتاج دايما من جرعة قوية شوية. طيب. اه خامسة يا جماعة او الازون. الازون ايش ما احنا عارفين طبعا كلنا عارفين ان الازون هو عبارة عن تلات ضغرات من الاكسجين يعني تمام كده? هو قادر عن انه يفرتك تماما الايه? الموجودة تماما. تمام? انا باستخدمه هنا في هو طبعا عبارة عن غاز تمام كده? بيتم تولده بكمبروسر معين مكانة معينة. تماما موجودة في السوق. نقدر نشتريها. تمام كده بتركيز معين ونقدر نشتغل. هو ببساطة خالص قادر استخدمه. المميزات بتاعتي استخدمه في آآ بروسس ان انا قدر ادي جرعة قوية للمادة اللي داخلة او للمية اللي داخلة لو لا قدر را كان فيها مايكرو نزمة عالي. بس اخد بالي ان ما يكونش في عمس البروميت موجود في المية. لانها هيكوني مركبات صعبة جدا بتكون بعد كده مشاكل وبتعمل لي آآ مشاكل بعد كده لا قدر له وممكن تسبب امراض كتيرة. فالافضل اني اكون حريص اني ماستخدمش الازون في البروميت في المية. تمام كده? يبقى استبعد خلص الازون لو كان عندي في المية استبعد الازون او ان انا اوجد حل للبروميت في المية. تمام كده? طيب عيوبه انه هو انستيبولا شباب انه هو ما بيستمرش معاك يعني مفيش ريزيدوال موجود. بمعنى ان حرطك بتطلق الغاز ده على المية. تمام كده? وهي خارجة. خلاص المية كده تعقامت. طب اي بقى مشاكل هتقابله في المواسير المية دي? اي بكتيريا في المواسير? لا. هترجع المية تاني للأسف اسوأ مما كانت. وهتضيع لان اصلا مفيش ريزيدوال موجود. مفيش ريزيدوال دوز متبقية موجودة جوه المصورة او مع المية تقدر تحميها من البكتيريا الممكن مواصيره. ده رقم ستة. شباب ده تمام كده? لمبة معينة بتعملك تمام كده? اشوعة معين. اشوعة ده هدفه ان هو بيعمل ينهي تمام البكتيريا. وهو مفيد جدا. تمام كده? بيقتل البكتيريا والفيروسات بشكل محترم جدا. بس عيوبه بقى تمام? ان هو اه بيشتغل على بس. يعني ايه? يعني اكون عامل اه اه يعني ايه يا شباب? اه يعني ببساطة خالص اه انا لو انا اشتغلت على اللي هي المياه الجارية السطحية. البكتيريا فيها بتبقى اعلى شوية. تمام كده? والتربيديت بتاعتها اعلى شوية. والس بنتاعتها اعلى شوية. تمام? وبالتالي اشعالها هيخرج من اليو في او الالترا فيلوت اه مش هيبقى مؤسر بالشكل الكافي. انما لما يكون عندي بير بسحب مياه من الارض او كده. بيبقى التربيديت بتاعتها اقلب كتير. تمام كده? اصد من الصورة بتاعتها اقلب كتير. تمام? فبالتالي ينفع الشغل بالكلام ده وقته. طيب. هنا يا شباب دي صورة للاستونات بتاعت الكولور موجودة هي. وده طبعا ده بتاع الحق. تمام كده? وبيخرج الحق ان ده بيروح على الخزان الارضي. هنا يا جماعة برضو بشكل او باخر. تمام كده? عشان برضو عرفك ازاي احنا بنسحب الكولور وبنبدأ ندفع عنوات ديه للخزان. وهنا يا جماعة اللي في النص دي اللامب والمية بتعدي. تمام كده? وبتضغطها. وبالتالي الاشعة بتاع الالترا بايلوت. بيخش على المية وبيقات الكول. بيعمل لكل البكتيريا. تمام كده وتخرج المية متعقمة تماما. طيب. هنا يا شباب الخزان الارضي. اللي كنا اشتغلنا عليه قبل كده واللي احنا خلاص حفزناه وحفزنا الديتيلة بتاعته بالكامل. لازم هناخده هنا لانه هو اخر حاجة جوه المحطة. خلاص المحطة كده انتهت مفيش حاجة تاني. خزان الارضي هي اخر محطة للمية. بحط المية فيه. بعمل او التعقيم جوه. بضيف الكولور او بضيف ايا كان المادة اللي هضيفها. تمام بالحق. بالدوز المعينة اللي هي الجرعة الرسمية اللي انا هشتغل على اساسها. تمام. واللي المعمل بحددها لي بناء على كوالات المية والديسينفكشن والاسف والكونتامنيشن اللي موجود فيها او التلاوس الموجود فيها. وببدأ احقن فيها. تمام كده في الخزان الارضي. طيب. يبقى هو الخزان ده اللي هو ببساطة خالص بضيف جوه بتاعي. او بتاعي. طيب. بتاعي انه هو يا شباب بيخزن تقريبا من عشرين. بيديني فرصة اني يعمل ما بين المعاقم والمية مدة عشرين او تلاتين ديئة. بنفس الوقت برضو بيعمل لي كفر للمدة من ستة لتمن دقايق من بتاعت الشبكة. طيب برضو بيغطي لي الفرق ما بين الكيو ماكسموم ديلي والكيو ماكسموم اورلي. عيس ان مونتصلي. ماكسموم منصلي. تمام كده? طبعا ها احر بيو ماكسموم ديلي Out of mentally تمام كده؟ تمام كده. طبعا هاعرفي ماكسممはいي هو يا شباب اللي هو واحد واتفاً وعشر كيوه وو المكسموم منسلي اللي هو واحد تقريباً واربعة من عشرة كيوه تمام? اخر حاجة خالص هو بيغطي لي اربعzo خماس او ٤٠٠٠٪ من الـ which Drop or thelock pueblo اللي هو الميا esosQué بتاعتها بتبقى مية وعشرين متر مكعب لكل عشر تلاف كابتة او نسمة في عدد سكان بتوعى المدينة كلها. طبعا للشباب ده او الكلام اللي انا بقوله ده تابعا للقود الايه المصلي. انت المفوت في المحطة اغلب الظن لو انت بتشتغل في المناطق العربية والكلام ده وبتشتغلش بالكلام ده خالص انت على طول بتشوف الكباست بتاعت المحطة اللي هو الماء اللي داخلها والكلام ده كله بتصوم على اساسها بتعمل خزان بتاعك يوم يوم ونص يومين ده بيبقى افضل والناس كلها فهمة متفهمة يعني تمام? ويغطي كل الكلام ده وازيط كمان. اوكي? طيب نبصنا جماعة شباب كده معانا ديزين كاراتيريا. ديزين بتاعه هو ماكسوم منصلي. تمام? الفوليوم بتاعه بيجي ازاي? قالك هو اكتر واحد من التلاتة دول زائد الفي اربعة. يعني باخد اكبر واحد من التلاتة. زائد فوليوم اربعة. اي فوليوم واحد اللي هو ها مدة نص ساعة في نص ساعة اللي هي مدة مدة اترصال المية مع المعاكم بتاعك سواء كلور غاز او هايبوكولورايت او كالسيوم وهي كزا. طيب ادي اول واحدة. تاني واحدة بيقول لك الفرق ما بين الديلي والمنصلي تمام كده? في يوم واحد بس. طبعا ممكن تقول يومين تلاتة اللي هتفتش عليك او هتقول او تمام كده? طيب الفوليوم التالت هو فيه من ستة لتمن ساعة. تمام كده اوكي? عشان تسميها للطوارئ. من ستة لتمن ساعة. لو حصل ولا حاجة بدفع عن ما يدي دفع. تمام كده? رابح حاجة يا جماعة اللي هو الفوليوم الاخير اللي هو اربعة اخماس او تمامين في المية من الدماند آآ اللي هو مية وعشرين على عشر تلاف في تمام كده? وثلاغ مليون متر مكعب. تمام كده اوكي? بيبقى الحجم بتاعك بيساوي ايه? التلاتة دول واحد من اكبر واحد من التلاتة دول زائد الفي اربعة. طيب هنا عدد الخزانات يا شباب دايما بيكون اكبر من او يساوي اتنين. احنا قلنا دايما الخزان الارض بيقاتو بارتيشنز. ليه? عشان لو فيه بارتيشنز حاصل فيه مشكلة او عايز اخسله او عايز اصينه او 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 يبقى لازم بارتيشنز تاني بيكون شغال تمام كده? فهو يا جماعة اكتر من او يساوي اتنين اتبقى اصدي بها بارتيشنز الموجودة جوه الخزان. يعني الخزان واحد بس ولكن جواه غرفتين منفصلين في بينهم كامل يفصل يمين عن شمن. تمام كده? طيب اللينس بتاع الخزان دايما بيبقى آآ اقل من او يساوي خمسين والويتز نفس الكلام. وان الكلام ده شباب يتوقف على مهانس الانشاء بتاعك. انت ممكن يكون مهانس الانشاء بتاعك اقوى من كده بكتير. فيقول لك لا انا ممكن اسمح لك تعمله بستين وسبعين. هو الراجل درس التربة. درس بتاعه اللي هو دراسة التربة. تقرير دراسة التربة. وعارف بتاعتها وعارف ان التربة دي اجريسيب ولا لا. عارف الجنوان ده ترتيب والموجود فيها قد ايه? هو راجل متمكن. قدري يقول لك لا. اوصل ساعات بتبقى مشكلة في بتاعي اللي هي قوت. تمام? فحارتك مش هتقدر تشتغل على الابعاد ديك مثلا. فانروح عايز تقبر سويا في الطول وتقلل شويا في العرض او العكس. فساعاتها الطول هيوصل لسبعين او ستين. لو الانشاء ايديك الدول الاخضر اشتغل. طيب الويتر دي بس اشباب برضو نفس الكلام من اثنين ونص بستة ونص وبردو الانشائي للحق. بس هنا يفضل ما تبعدش عن الارقام ديت. عشان خاطر الصيانة في التهوية والكلام ده بيبقى صعب شوية لو العمق اكتر من كده. بتستنى حارتك وقت اطول في فتح الاكسس دور بتاعت الفتحات التهوية بتاعت الخزان. عشان العامل يقدر ينزل فلازم التهوية تكون موجودة. لو حارتك عمقت اكتر من كده مع حجم الخزان اللي هو بيبقى فاسق جوة شوية لو حارتك فضيت هيبقى صعب شوية وهيبقى في مشكلة فالافضل انك ما تعمقش اكتر من كده. طيب. هنا يا شباب شكل الخزان اللي احنا حفظناه. والشباب اللي ما شوفوش معنا خزانات قبل كده او بدأوا الدورة دي وما خدوش الدورات التانية. لو سمحتم ارجعوا لدورة شبكات المياه والحريق. آآ بصوا عليها كويس جدا. هتلاقوا الخزان تتشرح اكتر من مرة. آآ تعبنا فيه خلاص. وحتى شبكات الرأي قلنا نفس الكلام. تمام? ادي الشباب. ادي غرفة الداخل. واده غرفة السحب. تمام كده? واده عفوا للسحب الداخل اهو. عشان الاسهم رايحة كده هي. تمام? ده الداخل اهو. واده السحب. تمام? غرفة سحب طبعا بتبقى جمع كده او انه هو سحب هنا وفيه غرفة منفصلة عن الخزان عشان الستلمنت. والكلام ده هو الراجل مصامم على هذا الاساس. تمام? فهنا دخلت المياه هي وبتلف ده الميدور. لما حارتك حقنت الكلور هنا. الكلور بيلف مع المياه او اللي هو المعاكم بتاع بيلف مع المياه. فبيعمل كامل متكامل المياه كلها بتبقى متعقامة مية في المياه. تمام كده? ودي طبعا او اللي هي موجودة فوق الخزان واضحة هي. اللي هي من خلالها يا شباب بيحصل تهويل سطح المياه بيحصل شتاعه تعطيب او تعفل المياه. طيب. هنا يا شباب دايما بنختم محاضرتنا بمثال محلول بالكامل. مثالنا النهاردة بيقول ان عندك مدينة. تمام كده? عدد سكانها خمسة سبعين الف. تمام? بتاع الفرض فيهم متين. تمام? المطلوب ان حارتك تصمم او الخزان الارضي بتاعك. علما ان بتاعتك كام عشرين. تمام كده? بتجيب الكو افريج اللي هو في الفرض على الف طلعت المنزر ده. حارتك بعد كده بتجيب الكو منصلي واحد ونص في الكو افريج. تمام كده? كيو ديلي واحد وتمانية في الكو افريج. بعد كده كيو ماكسمم ديلي آآ تلع بالرقم ده. بعد كده حارتك بتبدأ تشتغل على هذا النساق. فبتقول والله بتساوي آآ كيو ديزاين في نص ساعة. طلعتك بتساوي من ست التمن ساعات كيو ديزاين. خدت التمن ساعات وضربتها في كيو ديزاين. اللي هي نفس الكلام ده. حارتك خلي بالك هنا بتاسم على عشرين ساعة. تمام كده? لان حارتك جبتي هنا في اليوم. واليوم عندك هنا عشان تحوله لازم تاسم على كام? ايوة الله ينور عليه. مش اربعة وعشرين لانه اي في المسألة كان عشرين. فلازم حارتك تاسم على عشرين. لان حارتك هنا بتضرب في وحدة ساعة. نص ساعة دي يعني بالاور. تمام كده هنا تمن ساعات بالاور. فلازم حارتك تخلي الدي هنا تخليه اور. فتاسم حارتك على عشرين اهو. واضحة جدا طبعا. مسألة سليمة وما فيش مشاكل. يبقى فيه تلع تسعة تلاف. الفرق ما بين الديلي والمانسلي. تلع في حدود اربعة تلاف خمسمية. اللي هي اربعة اخماس. عبارة عن مية وعشرين في آآ على عشر تلاف. بطلعت بسبعمية وخمسين. سبعمية وعشرين متر مكعب. حارتك ببساطة خالص بتقوله بتاع الخزان ده عبارة عن ايه? عبارة عن واحد او اتنين. يبقى يا الرقم ده يا الرقم ده يا الرقم ده. من اكتر? تسعة تلاف طبعا. احط التسعة تلاف. الى جانب اللي هو الاربعة اخماس السبعمية وعشرين. طلع لك تسعة تلاف سبعمية وعشرين. حارتك بتفترض دي ديبس المية اربعة اربعة متر. وبتفترض ان عندك تمام كده? وبعد كده بيجيب اريت الخزان آآ داخلي وهكزا وخلاص. حارتك ببساطة خالص بترسم الديتيلة الهيدروليك ديتيل. وبتبعاتها لمهندس الانشائي يبدأ اشتغل ومهندس الميكانيكا يبدأ يعمل المدخات بتاعته عشان يرفع للشبكة. طبعا حتة الشبكة والكلام ده كله كلمنا عليها في دورات الدورات التأدريبية اللي هي تصميم شبكات المياه والحريق. اللي جانب طبعا شبكات الراي وكلمنا عليها بالتفصيل. يا رب يكون المحاضرة مفيدة وان شاء الله ان شاء الله ما حدش يفاوت المحاضرة السابعة اللي هي اللي جاية. لينهب فيها مسال محلول بالارقام لمحطة كاملة بالتفاصيل. هنحاول ندي اكبر قدر ممكن هتبقى محاضرة طويلة شوية. هنركز فيها مع بعض ان شاء الله وان شاء الله تبقى مفيدة. ويا رب يا رب ان شاء الله يكون كلامنا مفيد للناس كلها ونكون منعف نقدم حاجة كويسة ان شاء الله للناس. شكرا يا شباب والسلام عليكم.